التجويف الفموي المضه هي المرحلة الأولى لأداء وظائف الجهاز الهضمي والمسؤول عن هذه المرحلة هو الفم حيث يتم فيه طحن الطعام إلى قطع صغيرة ليسهل هضمها هذا بالإضافة إلى دور اللعاب في إفراز الإنزيمات التي تساعد على تكسير الأطعمة فهل تعلم ما هو تركيب الفم ودور كل جزء فيه للقيام بدوره في عملية الهضم يبطن تجويف الفم بغشاء مخاطي مكون من نسيج حرشفي متعدد الطبقات ويغطى بالجلد من الخارج أما عن مكوناته فيحتوي على ما يلي أولا الأسنان حيث يحتوي فم الإنسان على 32 سن وظيفتها قطع وطحن الطعام ثانيا اللسان والذي يتشكل من عضلات هيكلية مغطاة بغشاء مخاطي إضافة إلى أنسجة ضامة وأوعية دموية وغدد مخاطية وتتمثل وظيفته في تحريك الطعام ومزجه باللعاب ودفعه إلى الخلف عند البلع كما يحوي حلمات تساعد على تذوق الطعام ثالثا الغدد اللعابية وهي عبارة عن غدد قنوية تفرز لعابا بحجم 1500 ملي يوميا داخل الفم ليساعد في ترطيب الفم وتليين الطعام لبدء عملية الهضم الكيميائي وهي ثلاثة أزواج الغدتان النكفيتان والغدتان تحت اللسان والغدتان تحت الفك السفلي واحد الغدد النكفية باروتيد جلانز وهي أكبر الغدد اللعابية حجما والتي تقع تحت الأذن وتحتوي على خلايا مصلية تفرز معظم الإنزيمات فقط ولا تفرز المخاط الغدد الفكية وتوجد على جانبي الفك السفلي وتحتوي على خلايا مخاطية تفرز المخاط وخلايا مصلية تفرز الإنزيمات الغدد تحت اللسان وتحتوي على خلايا مخاطية تفرز المخاط فقط كما توجد غدد صغيرة تعرف بالغدد الفموية الصغيرة باكالجلانز توجد في الطبقة المخاطية المبطنة للفم والخدين وتفرز كمية قليلة من اللعاب خمسة في المئة غني بالميوسين له أهمية صحية لأنسجة الفم ترجمة نانسي قنقر